دلوقتي نروح بقى مع حضراتكم إلى الصحافة الرياضية الصحافة الرياضية فعلا كريم ومرسلتنا العزيزة نورهان طمان وحنتابع مهام الأخبار الصحفية في الصحف والمواقع يعني نورهان صباح الخير صبح عليك في البداية أكيد أنا وكريم وكل جمهور اللي بيتابعنا دلوقتي وانتي معاكي أخبار أعتقد مهمة جدا كمانشتات كمان أنا بصيت عليها يعني فكرة إنه تقلق كمان الرياضي المصري فيه رياضة السكواش تحديدة احنا معنا خبر خاص بهذا الموضوع عايزين نعرف تفاصيله منك وكمان تقلق ميبا بي بالأمس مع باريس سان جرمان برضو عايزين نعرف تفاصيل يعني المنشات ده فضاليا نورهان يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نتلاقكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية وزي ما قلت يا نهواند معنا منشتات كتير النهاردة مهمة وأول منشت معنا من يعني موقع كورة صبري ومعلول ضمن أكثر المدافعين تسجيلا في العالم حل التونسي علي معلولة زهيري الأيصر للنادي الأهلي في المركز السادس برصيد 11 هدف يعني من حيث أنه كان أو أصبح أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف حسب يعني قائمة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء رامي صبري كمان مدافع فريق نادي فاركو حل في المركز السابع وسجل عشر أهداف على مدار العام أما خبر السكواش ويمكن مصر طبعا متسيدة للسكواش في العالم زي ما قلت يا نهواند من موقع اليوم السابع انطلاق منافسات بطولة هوستن للسكواش بمشاركة 11 لعب مصري إن شاء الله النهاردة هتنطلق بطولة هوستن للسكواش المفتوحة لتصدفها الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة 11 لعب مصري وعلى رأسهم محمد الشربجي المصنف الثالث عالميا واللي كان غاب الفترة الأخيرة كان بيتأهل خلينا نقول لكم 11 لعب المصري المشارك في البطولة وهم كل من علي فرج ومحمد الشربجي ويوسف سليمان ومحمد الشربيني ويوسف إبراهيم وعمر مسعد وكريم الحمامي وكريم عبد الجواد ونجم نادي الأهلي مصطفى عسل ومروان الشربجي ومازن هشام ومن موقع في الجول كأس فرنسا هاتريك مابابي ينصر باريس على فان في غياب ميسي صحف باريس هنجرمان مضيفه المغمور كما ذكر في الجول في تقريره فان بأربعة أهداف في المباراة اللي قيمت بينهم أمس وسجل كلان مابابي الفرنسي طبعا المتقلق هاتريك في المباراة في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونال ميسي بعد ما طبعا أعلن إصابته بفيروس كورونا تأهل باريس هنجرمان بعد مباراة أمس لدور 16 في بطولة كأس فرنسا بينما يعني ينتظر مواجهة فريق ليون في بطولة الدوري الفرنسي وآخر خبر معنا من سكاي نيوز وانتهاء أزمة لوكاكو مع فريق تشيلسي وبعنوان لوكاكو يعول تشيلسي بعد محادثات مع تخل يمكن طبعا روميلو يعني لوكاكو النجم البلجيكي نجم فريق تشيلسي كان واجه أزمة في الفترة الأخيرة بعد تصرحات أدلة بها في وسائل الإعلام وقال أنه هو غير سعيد في تشيلسي وده الأمر اللي أغضب المدير الفني الألماني توماس تخل وقرر استبعاده من المباراة الماضية اللي احنا يمكن طبعا شفناها كلنا وكانت أمام ليفربول وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ولكن لوكاكو قدم اعتذاره للمدير الفني واقترب من الدخول في التشكيل مرة أخرى مع الفريق دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع شكرا لك يا نهوان وشكرا لك يا كريم وعودة إلى الستوديو نشكرك مرة تانية يا نورهان على هذه التغطية